أنا معي هنا شوات صور جميلة يا دكتور أحمد عن أنواع عمليات السمنة هنطلعهم كده صورة صورة وحدك تعلق لنا عليهم ونبقى كده استعرضنا الأنواع قبل ما نقول إيه الفروق بينهم طبعاً دي بالون المعدة واحدة من التكنيكس السهلة البسيطة متعلي من بدري ده قديم دي موجودة من زمان قوي بص بالون المعدة حل كويس جداً وسيف نسبة سيفتي فيه تصل لتسعة وتسعين في المية حاجة بتتعمل بالمنظار مجرد أن المنظار بيدخل من البق مش من منظار الجراحي اللي هو بفتحات صغيرة في قدر البط منظار البق بدخل البلونة جوه وتنفخ حجم البلونة تتنفخ بمحلول ملحة ظن بتتنفخ بمحلول ملح عليه حاجة اسمها زي المثالين بلوه بيدي لون عشان لو حصل لها مشكلة بيتسرب اللون ده فبتعرف أن البلون فقد الإفكت بتاعته والمفروض أنه هو يتشال ده كويس جداً للناس اللي أوزانها بسيطة بلون المعدة الأوزان البسيط طيب اللي بعدها اللي بعدها ده تحويل المصار تحويل المصار في منه كذا نوع تحويل المصار المصغر ده أديم يمكن شوية يمكن ده الأديم دلوقتي فيه اللي هو التحويل الكلاسيكي تحويل المصار عملية حلوة جداً لمرض السكر لأنها بتمثل شفاء لمرض السكر بنسبة 80% دي داتا أكرت دي لسه نتكلم فيها بكتور رحمد الله يستطيع دي لسه نتكلم فيها حلوة للناس اللي سويت إيتر يعني إيه يعني الأكل بيروح منين لمنين طيب هي تحويل المصار أنت بتاخد جيب من المعدة تعمل جيب صغير من المعدة والمعدة الأديمة موجودة وعيشة وزي الفل وبتاخد التغذية الدموية بتاعتها مفاش أي مشكلة خالص وعملت الجيب ده ووصلت جزء من الأمعاء بعد مسافة مثلاً تلت الأمعاء اللي هو رفلي كده 2 متر إيش معنى لـ 2 متر عشان الجزء ده اللي هو الججنم كان بيمتص الدهون والسكريات فأنت دلوقتي ما خلتش الأكل يعدي عليك فأنت بتاخده من جزء من المعدة صغير جزء من المعدة صغير توصله جزء بالزبط عديت تلت عديت تلت ووصلت بالتلتين البقية بقية الأمعاء الضقيقية والكونسيبت بتاع أنا باكل أدخل التويلة لا مش صح هو فيه 4 متر بيمتصه غير قوله هنقول هنقول يا فان طيب اللي بعدها التكميم تكميم المعدة واحدة من أكثر أكثر العميات انتشاراً حلوة عملية حلوة وتتعامل بسهولة ده بتخلص من جزء كبير من حجم المعدة 80% بتشيله أو 75% وتسيب 20% أو 25% الجزء بتاع جريلين أو هرمون الجوع اللي كان بيطلع من الجزء الكبير ده شلناه وبالتالي بقى إحساس المريض بالجوع مش جامد قوي لو قدر ياكل كمية صغيرة بيحس بالشبع مش محتاج ياكل كمية كبيرة أنا عندي سؤال على دي بس لما نخلص الأنواع بقي أنواع تانية يا جماعة معنا أي ربط المعدة ربط المعدة أو حزام المعدة هو ده بالزبط عبارة عن باندين سموه الباندين بالزبط أعماليات برضو تعمل منظر نفس الفكرة بتعمل زي حزام حوالين المعدة كأنك ألفتال زي السعر رملية كده هل مكان الباند ده بقى بتتغيره حسب لا هو مكان نساب أنت عايز تلغي لا أنت عايز تلغي هو مكانه ستندر يعني بمقاييس تشريحية معينة في المعدة بتاخد جزء صغير تفصله وحطت الباند ده حوالي لكن اللي بتتحكم فيه أنك تنفخ الباند ده أو تعمل هو زي الحلقة بتديق بالفلف الصغير اللي تحت الجلد ده كل ما بانفخه تنفخه كل ما بديقه يديق المريض ما قدرش يأكل خالص وهكذا بس دي يعني نهاية دي تراجعت شوية لكن هي عملية سيف برضو ونتائجها مش وحشة طيب يعني هو المريض ساعات متهيقلي برضو بيختار جزء من الاختيار لو أنا مريض مكان المريض أن يختار أنك ما تقطعش من معده أنك إربط لي حط لي بلونة شيء يعني أقدر أرجع في كلامي وأقول لك شيل إنما لما هتقطع سواء سليفينج أو بايباس البايباس ممكن ترجع البايباس ممكن ترجع البايباس ممكن تبس بعملية تانية برضو عملية تانية تدخل توصل تعيد التوصيلات تانية غير البند البند برضو تدخل في عملية بس تشيل البند خالص المريض رجع زي ما كان مثلا أو البلون يعني ده جزء ممكن يخش في الاختيار اللي هو رغبته إنه ممكن يرجع طبيعي تاني ممكن يخش في الاختيار لكن في بعض الأحوال بتبقى السنة مرضية هو يعني أنا بقى سعرضه بقوله لا أنت في حالة مرضية والوقت يدوبك أنت تلحق طيب يعني حالك بتحطه قدام المريض مجموعة الداتا مجموعة المعلومات بتاعته أنا عندي هنا وزنك كذا حالتك الصحية العامة كذا عندك أمراض تانية كذا هل المعدة نفسها بتقسوها مثلا أصيب يقولوا الأكل الكتير بيوسع المعدة هل ده صحيح؟ وبلون المعدة ساعت على فكرة بيوسع المعدة لبعد ما يتشال يعني حجم المعدة داخل في القرار بتاع اختيار العملية لا مش داخل قوي في القرار لأن كل العمليات معتمدة على نسبة وتناسب يعني أنا ما بقول في السليف بشيل 80% بشيل من واتفر لو هو مسحته ك3000 ملي زي 5000 ملي في الآخر أنا شلت 80% وصغرت له معدته بالنسبة له هتبقى مناسبة وهكذا الباي باس أنا بعمل جيب سابت أو ستندر سابت الأطوال هي اللي ممكن تختلف شوية من وزن الوزن ترجمة نانسي قنقر